توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 667 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغة 811 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلع على السلع المدومة تم ضبط 127 طن أما في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمي للأرز الأبيض فقد تم ضبط 651 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السهر الرسمي تم ضبط 32 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 916 قضية من بينها 237 قضية خبز نقص للوزن و236 قضية خبز غير مطابق للمؤصفات ترجمة نانسي قنقر